دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد الإسرائيلي في لبنان حذرت المنظمة الأممية من خطورة تصعيد الأوضاع في المنطقة دمار ونزوح وأطفال بلا حاضر أو مستقبل ما أجبه اليوم بالبارحة وما أقصى الواقع عندما تتكرر مشاهده مرتين دون أن يحرك العالم ساكنة وعندما تتكرر البدايات كيف للعالم أن يتوقع نهايات مختلفة وسيناريوهات أقل قتامة دوامة موت أخرى يعيشها لبنان على درب غزة تحذير أممي أطلقه مسؤولون معنيون بالشأن الإنساني في الأمم المتحدة داعين بخطوات عاجلة لوقف التصعيد بعدما طالت آلة القتل الإسرائيلية لبنان وضواحي بالوحشية ذاتها وبالذريعات نفسها لم تبالغ المنظمة الأممية في وصفها لما يعيشه لبنان وتحذيراتها من خطورة الموقف إذ تعددت أوجه الشبه بين لبنان وغزة بحسب مرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الطفولة بداية من قصف الأحياء وتدميرها مرورا بمأساة النزوح من الأرض ومعاناة الأطفال وصولا للغة العالم صاحب المعايير المزدوجة وتصريحاته لتجميل الوقائع على الأرض قبل أسبوعين فقتوا ستة أفراد من عائلتي في هجومين مختلفين في نفس اليوم في بنتشبيل وهي القرية التي تنتمي إليها عائلتي ليس هناك فارق بين ما حدث في غزة وما يحدث الآن في لبنان الكثير مننا إذا لم يفقد شخصا بشكل مباشر فقد شخصا من قريتنا أو فقد شخصا قريبا له كلنا نعرف شخصا قتل هي إذن غزة أخرى وإن أنكرت الألسنة أو عجزت العقول عن التصديق ليجد لبنان نفسه في مواجهة أخطر الحقبات التي عرفها في تاريخ مواجهاته مع الاحتلال فيما يرزخ تحت وطأة شتى أنواع الأزمات المتراكمة من قبل هذه الحرب وبسببها وبينما يترنحه في أزمته تتسارع الجهود من أجل منع تكرار سيناريو غزة علها تفلح هذه المرة قبل أن ينتقل طفان الدم البارد لجارة أخرى وتدخل المنطقة في نفق أكثر ظلمة وما العالم كله ببعيد